أعلن البنك الدولي عن منحة مالية جديدة لليمن بقيمة 400 مليون دولار ووفق بيان البنك فإن نصف هذا المبلغ لصالح تقليص مخاطر المجاعة والتحويلات النقدية الطارئة للأسر المتضررة بينما يذهب النصف الآخر لمواجهة ارتفاع معدلات سوء التغذية والإسهام في الحفاظ على الخدمات الصحية والمياه والصرف الصحي وتتضمن المنحة لقاحات لستة ملايين طفل تأتي المنحة الدولية في ظل استراتيجية تركز كما يقول البنك الدولي على بقاء مؤسسات الخدمات الأساسية ومساندة مصادر كسب الرزق والتعافي الاقتصادي وبحسب بيان البنك ستعمل هذه المنح على تحسين الخدمات وتقديم المساعدة للفئات الفقيرة خصوصا منها المتضررة من الأحداث الملتهبة منذ سنوات جهود البنك الدولي لا تنفصل عن الجهود الأممية والدولية المختصة بمعالجة المشهدين الأمني والسياسي في اليمن فهذه المنح المالية كما يقول بيان البنك تمثل استعدادا لحلول السلام في نهاية المطاف لكن متى سيحل السلام؟ وكل مؤشراته تؤكد توجه الأمم المتحدة والجهات الإقليمية والدولية إلى إطالة أمد الحرب استمار الحرب وتعثر عملية السلام يفتح استفهامات كثيرة عن ارتفاع منسوب الأزمات الإنسانية رغم تدفق المنح الدولية وأين تذهب تلك المنح؟ طالما لم تجد طريقها إلى الجهات المستهدفة وهي منح تتزايد الشكوك حولها مع غموض الإجابات عن مصيرها وأين وكيف تصرف